علماء النفس قسمون الشخصيات إلى قسمين شخصية نمطية وشخصية تغييرية الشخصية النمطية شنو؟ هذا اللي ما يتغير أبداً أبداً صبت هذه من ولادته إلى ما يموت حتى قصة شعره ما يغيره ما يتغير أبداً واشلي بالبحر وأهواله؟ هاي الكلب نمطي دائماً نمطي ما يحب التغيير التغيير خموع بس على المستوى الاقتصادي التغيير على المستوى الفكري التغيير على المستوى الاجتماعي من تساوى يوماه فهو مغبون هذه أبداً ما عند فيها أبداً هذا حالة من يولد إلى ما يموت وأكو عندنا شخصية تغييرية لا تطمح إلى الأفضل يطور من منظومة الفكرية منظومة الحضارية منظومة الاجتماعية دائماً يسعى إلى التغيير وهذا اللي يبغي الإمام الحسين يبغي الإنسان الذي يسعى إلى تغيير المجتمع إلى الأفضل بما يتفق مع القرآن الكريم وبما يتفق مع السنة النبوية المطهرة وبما يتفق مع الشارع المقدس يبغي مجتمع يتطور ذلك شوف ربضارة النافعة يعني العام بدأوا المآتم كلها تبث لو أنت تروح قبل سنين تشوف أن المادة الحسينية اللي موجودة فيه اللي هو وسائل التواصل في اليوتيوب وغيرها مثل اليوم لا يا مولا لا يا مولا هذا بفضل الشباب المبدع بفضل الشباب اللي يحب التغيير اللي يواكب التغيير وصلنا إلى هذا المستوى أيها الأحبة وهذا قليل في حق الإمام الحسين سلام الله عليه قليل في حق الإمام